السلام عليكم اليوم لدي عدة كروت للتصليح والبداية بكرت الـ RX 508 من Sapphire والمشكلة فيها شاشة سوداء وعين القيام باختبال بيرام أحصل على أخطاء في كل قطع تقريبا وقد حاولت تغيير بعضها لكن بدون أي نتيجة لهذا اتجهت مباشرة لتغيير القلب لأنه قد يكون هو سبب مشكل خاصة بسبب العدد كبير من البيرام التي تعطي أخطاء وشفه مستحيل أن يحدث فيها مشكل كلها في وقت واحد وبعد الانتهاء قمت باختبال بيرام لكن للأسف فبقيت نفس الأخطاء فحاولت تغيير قطعتين من البيرام بواحدة متأكد 100% أنها جيدة لكن كذلك للأسف بدون أي نتيجة وقد جرات القلب الأول الذي نزعته لكرت أخرى وظهرت الصورة بشكل عادي يعني في هذه الحالة فالقلب والفيرام سليمون 100% فأين يمكن أن يكون المشكل؟ وكي أعرف هذا الشيء فقد أحضرت كارت أخرى وقارنت قيم المقاومة الخاصة بها في الخلف مع هذا الكارت وبعد وقت طوي جدا وجدت مقاومة لديها قيمة مختلفة فغيرتها تاليا وكنت متأكد أنها سبب مشكل فثبت باقي الفيرام في الكارت التي كنت قد نزعتها من أجل التجارب وبعدها كنت باختبال الفيرام الذي مر هذه المرة بدون أي مشكلة فتركتها تعمل أكثر تحت الضغط ولم يظهر أي مشكل آخر والكارت الثانية هي الـ RX 5700 XT من آزيس والمشكلة فيها هي حدوث كراشات عشوائية وعند فتحها وجدتها متأكسدة في الداخل وعليها آثار لمحاولة تنظيف فوضعت المبرمج لأرى الأخطاء فوجدت أن متحكم الفيرام يظهر مشاكل مع أن الكارت تعمل فبدون أي إطالة غيرته تاليا وقمت ببرمجته مرة أخرى وجررت الكارت بعده فاختفى المشكلة الأول لكن ظهر مشكلة آخر عند حدوث كراشات فغيرت الـ Diarmus المتصلين بالمتحكم تاليا وجررت الكارت بعده لكن رغم أن الأخطاء اختفت لكن بقيت تظهر الكارت شاشة زرقاء بعد مدة من الاستعمال فوجدت شيء غريب جدا في الـ GPU-Z وهو أنه يظهر 8 مصارات في الـ PCI-E بدل 16 مصار فكنت بالريبال للقلب تاليا لأني اشتبهت أنه قد يكون هناك مصارات خاصة بالـ PCI-E غير متصلة تحته وبعد انتهاء جررت الكارت لكن بقي نفس المشكلة يعني في الغالب فسيكون السبب من القلب وللأسف هذا حال كثير من الكروت التي تكون متأكسدة خاصة كروت لـ RX-5000 التي أصبحت الكثير منها تأتيني ويوجد فيها مشكلة في القلب وآخر الكارت معنا اليوم هي الـ RTX 3060 من زوتك والمشكلة فيها هي أن الحاسوب لا يشتغل إطلاقا عند وضعها فيه وبالفحص الأولي وجدت قصر في مدخل 12 فوت الخاص بالـ PCI-E ففتحت الكارت تاليا فوجدت كل شيء فيها طبيعي ولا شيء مغير فيه فقنت بحقن 7.75 فوت في مكان قصر فوجدت أن أحد ديارموس يصدر حرارة وهذا النوع من الـ ديارموس بالضبط تكلمت عنه في تصنيف الكروت حيث لديه نسبة تعطل أعلى من الـ ديارموس الأخرى لهذا ربما تراني كثيرا أغيره وعلى كل حال بعد الانتهاء جربت الكارت وظهرت الصورة بشكل عادي فتركتها كالعادة تحت الضغط لفترة معينة وظهر كل شيء فيها طبيعي وفي الآخير إن أعجبك هذا الفيديو فلا تنسى دعمنا باللايك والاشتراك سلام